أنا عايز أقول لي اللي بيكلمه عن حول الإنسان سواء من الغرب أو من الشرق أين هم من حقوق اللاجئين والمهمشين والمهجرين الذين يعني أجبروا على ترك البلدان والأوطان لم تقبلهم البحار فأغرقوا في البحار وإن بقوا في بلادهم نزلت عليهم البرامير المتفجرة لا ترحمهم يعني الطبيعة التي لا ترحم الضعيفة على الإطلاق لا في الصيف ولا في الشتاء في الشتاء السيول والبرد يقتل الأطفال ويقتل النساء والرجال والشيب إلى الخير وفي الحر الشديد ما احترام الأوبئة والأمراض والحر مما يكون له أثر خطير جدا فهذا من حيث ما احترام الوجود في الطبيعة بضعف رغم أن الإسلام أمر المسلم أن يكون قوية ويعد لهم بسطاتهم من قوة نكر في سياق الأمر أيضا المؤمن القوي خير وحب الله ولذلك أدين أمرك أن تسعى حتى تكون قوية لأن الضعيفة لا يقبلوا هؤلاء الضعيف غير مخبول طبعا شفق قوية لماذا؟ لأن المجتمع لا يقبل الضعفة نعم بينظر للضعيف على أنه نفاية بيولوجي زي ما بيحصل في البحار السمك الكبير يأكل الصغير زي ما في الغابات الوحوش والسباع بتأكل الأضعف منها كذلك البشر وهذا ما نراه عموما المجتمع عموما أطبعا طبعا حتى بالنسبة لبلدان الإسلامية لما غاب الإسلام وغابت شمس الشريعة حتى في الأسرة الوحيدة إلا مراحمة ربي تعالى دكتور محمد عايزة أولبا هؤلاء المهجرون سواء ما احترم في سوريا سواء في اليمن سواء في غيرها في كل مكان مش عايز بقى أذكر أماكن المهجرون اللاجئون المهمشون إن اتجهوا إلى البلدان الغربية التي تنادي بالتساوف الأعراق وحرية المعتقد إلى آخر هذه الأمور وتنادي بالديمقراطية انظر صنعوا السياجات من الأسلاك والحديد لعدم دخول هؤلاء فضلا عن وجود قوات كثيرة جدا تمنع هؤلاء لك ويعادوا إلى أوطانهم جبرا والذيك يعودوا يعملوا اتفاقيات لمنع الهجرة بل إنهم يعطون الحكام حكام الدول الضعيفة والفقيرة التي على سواحل البحار يعطونها دعما ومساعدات مقابل أن يكونوا حارسا لعدم تسلل هؤلاء ودخولهم إلى هذه الأرض هو يموت من الجوع في بلده يموت من الجوع هو يموت من الظلم والقهر ولكن يموت في بلده نزاعات وقتال عرق وحروب أهلية إلى آخره ولكن يموت لكن لا يأتي بلدي بدليل أعطيك مثالا في اليونان اليونان يمنعون محترم حتى الطردات حتى كذا حتى المراكب إلى خذة تغرق أمامهم ولا ينقذونهم على الإطلاق سياجات وأشواك وضرب وكت إلى آخر حتى لا يرخل أرضهم على الإطلاق في المؤجر في كت لو عددت لك من تغيت ورغم ذلك يقولون أم الدموقراطية أم الدموقراطية من أمريكا هي راعية الدموقراطية على ظهر الأرض حتى لما يجب الدموقراطيني اللي هم بيشجعوا الهجرة إلى آخره لما جيم حصل في هيتي خذت رحضك إزاي؟ نعم وراحوا على هناك إيه اللي حصل؟ بالقوة الجبرية بالقوة الجبرية ألجئوا وتردوا تماما إذن القضية حينما تحدثني عن حقوق الإنسان وتقول أن الإنسان عندك محترامي مستوى الأبيض مع الأصمر مع كذا مع الملون إلى أغلى هذه الأمور فضلا عنه أن يجوز الإنسان الاتيان إلى بلادنا للهجرة إذا كان يقع تحت طائلة الظلمة أو الحروب الكذا الأهلية أو تحت الأمور القصرية أو محترام المجاعات من حقه أين ذلك الآن؟ أنا أسأل السوريون انظر إلى حالين في كل البلدان يا رجل السوريون ليس محترامي لهم إلا الله سبحانه وتعالى بمعنى إن بقوا في بلدانهم البراميل المتفجرة والميليشيات التابعة لإيران تدمرهم تدميرها وميليشية حزب الله طيب إن خرجوا إن بقوا محترامي حتى في خيان لجوء محترامي البرج والحر وكي يموتون ويموتوا أطفالهم ولا تأتين محترامي الأمور الكافية من الطعام والشرب وما شاء طيب يا أخي إن خرجوا خارج أوطانين نراهم يموتون ويغرقون في البحار إذن حينما تحدثني عن حقوق الإنسان لا بد وأن تكون أنت من رعاة ودعاة حقوق الإنسان وإلا ففاقد جاء زي ما أنت قلت لا يعطيه النقطة الثانية يا دكتور محمد نجم يقول لك إحنا ما نعرفش لا إحنا الإعلام بنقول صنع من العالم قريح صغيرة يعني أنا أعرف أخبار آخر الدنيا في لنحي البصر بل يراها من يعيش في المشهد نفسه في نفس توقيت لن أشوفه يعني ما يجي لإيه لشيء مباشر الحين أنا ببقى شايف في الزلزال إلا في لابالما في أسبانيا أنا زي زي اللي وقف هناك بالضبط ليه لأنا نمتبع مع الإعلام جعل كذا فكاميرات القوم وإعلام القوم وسائل التواصل جعلت منا قارية صغيرة لكن قد لا ينظر على بعض المناطق في العالم على أنها غير مهمة بالنسبة لهم لا أحنا في نقطة مهمة جدا نعم في الأعراق خلي بالك من دي وفي الديانات في المعتقد يبقى لابد تطبق دي ما تقول لش بقى دي بلدة حقيرة دي بلدة كبيرة دي بلدة غنية دي بلدة فقيرة لا إنت قلت المساواة وذا قلت حقوق الإنسان ده إنسان ولا مش إنسان إنسان خالص ده إنسان في النهاية هذا أقل هذا وهذا أقل هذا في الإنساني هو لما ينظر لأنه دي مش كذا يدي النظر الدنيا يبقى احتقرهم وازدرهم إذن ليه يتكلم عن حقوق الإنسان ترجمة نانسي قنقر